أعزائي المشاهدين برحب فيكم ولقاءنا هلأ مع وصفة لطيفة جدا لعمل صنف كلنا بنحبه هنعمل معمول بالتمر نشوف مع بعض المقادير معمول التمر 2 كوب زبدة لينة كوب زيت درة نصف كوب جيمر 2 حبة كبيرة بيض كوب سكر ناعم بودرة ملعقة صغيرة فانيليا سائلة 6.5 كوب دقيق ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر رشة صغيرة ملح وكوب من الحليب المجفف الحشو 3 كوب تقريبا تمر مفروم ملعقة صغيرة شمر مطحون ملعقة صغيرة ينسون مطحون ملعقة صغيرة هيل مطحون ملعقة كبيرة زبدة أو سمن وللتقديم سكر ناعم بودرة أعزائي المشاهدين وصفة المعمول اللي حنعملها هلأ هتبقى مختلفة تماماً عن أي وصفات إحنا سبق وقدمناها خلينا نبتدي نجهز الوصفة هبتدي أحط الزبدة هضيف جيمر هضيف واحد كوب من زيت الدرع هالمكونات هحطها في وعاء الخلاط مع مضرب الشبك وأخفق لغاية ما تختلط هبتدي هلأ أضيف بيضة وبرده أستمر بالخفق هضيف البيضة التانية هضيف الفانيليا فلاحظ كيف حصل أو أصبح عندي الخليط كريمي بهذا الشكل عندي كفاية مضرب الشبك أنا حاشيله وأبتدي هلأ أثبت مضرب التقليب لأنه طبعاً هشكل عجينة فما بينفع مضرب الشبك في هذه المرحلة مضرب العجين هو اللي مفروض أستعمله هبتدي أضيف مقدار لطحين ويفضل أني أخلي شوية حوالي نصف كوب دائماً يمكن على حسب حجم البيض ساعات بتأخذوا بتأتي معاي فحخليهم وعلى كثافة العجينة بقدر أضيفهم بعد هيك هضيف كوب من الحليب المجفف البودرة وكوب من السكر الناعم البودرة هحتاج ملعقة صغيرة من الخميرة واثنين ملعقة صغيرة من الباكنج بودر وحنحتاج رشة من الملح طبعاً هاي تعتبر طرية واضح قدام إنها طرية بضيف بقية الخليط فأرجوكم إنكم ما تستعجلوا بإضافته زي ما شفتوا على حسب ما بتأخذ معاكم العجينة لأنه بيختلف الطحين والبيض وهالمكونات من مكان لآخر أتأكد هلا أن كل هالخليط هذا اتعجن هلا مع بعضه بعد هيك بسيب العجينة ترتاح لحوالي ساعة ونشوف طريقة تشكيلها أعزاء المشاهدين بعد ما سبت العجينة ارتاحت لمدة ساعة هلا عندي هون التمر جاهز أي إضافة حبيته ينسون شمر هيل زي ما بتحبوا خلينا نأخذ هلا قطعة من التمر هنأخذ قطعة من العجينة وحط فيها التمر بها الطريقة وحطها في داخل الآلب أضغط ضغطة خفيفة وأكرر هالخطوات لغاية ما يمثلي عندي الآلب الآلب أنا ما بحتاج أدهنه خلوا بالكم بدخله الفرن على درجة حرارة 180 من 10 ل 15 دقيقة مجرد ما يصير لونه دهبي لطيف طلعي وبعد هيك نشوف طريقة تقديمه طريقة تقديم المعمول بنحط رأة من المعمول في طبق التقديم بعد هيك رشة خفيفة من السكر طبعا السكر هذا إضافة ممكن إذا حسيتوا أنه زيادة ممكن تستغنوا عنه ولكن بيعطيني طعم كتير لطيف وإن شاء الله هالوصفة تكون عجبتكم طعمه كتير لطيف هيجبكم العجينة بتفت كتير ناعمة وأتمنى أنكم تستمتعوا فيها فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر